نبدأ هذا الحوار مع ضيف التلفزيون المصرية الضيف الكريم القاضي الجليل المستشار محمد عيد محموب رئيس محكمة النقدة ورئيس مجلس القضاء الأعلى أهلا بك ضيفا كريما سيادة القاضي أهلا سيادة القاضي الجليل الكلام عن محكمة النقدة أعلى السلطة القضائية والهرم القضائي في مصر يصعب الحديث عنه بشكله ونحن في حضرة سياداتكم لكن بتواضعكم الرشيدة الذي عهدناه عليكم منذ سنوات عديدة لو نتحدث عن محكمة النقد وأهميتها وقيمتها ما الذي تمثله محكمة النقد للقضاء المصري والعدالة في مصر محكمة النقدة طبعا هي المحكمة العليا بالنسبة للتدرج بين المحاكم القضاء المحكمة مسؤولة عن تفسير صحة تطبيق القانون وتأويله وتفسيره المحكمة بتضع المبادئ اللي بتسير عليها كافة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستيناف المحكمة لها دور مؤثر وقوي في كل المحاكم العليا في الدول العربية فضاة المحكمة يعني بيمثلوا قيمة كبيرة جدا في محاكم الدول العربية وبالذات دول الخليج يعني المحكمة بتعد الكوادر القضائية اللي بتباشر العمل في أماكن كثيرة هي محكمة النقد وتلك هي محكمتنا العليا نعم نحن نتشرف ان احنا موجودين في المحكمة العليا في مصر سيادة القادم الجليل لو تحدثنا عن الأعراف القضائية والتقاليد القضائية الرصخة في الدولة المصرية واللي ضاربة بجزرها في أعماق التاريخ ما هي هذه المورثات القضائية الرصخة التي يتميز بها القضاء المصري القضاء المصري قضاء من حق كل مصري أن يفخر به قضاء بيقود القضاء في الوطن العربي قضاء بيتمتع بالشفافية بيتمتع بالنزاهة بيتمتع بالحيدة وتلك الصفات يعني بتضاهي ذات الصفات في أعرق الدول الديموقراطية والطضاء يحترمون القانون ويقدرون ويعملون تحت مظلة واحدة وهي خشية الله سبحانه وتعالى التاريخ ممتد طويل منذ تخرجك من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1976 رحلة ممتدة رحلة عمل طويلة وشقة في العمل القضائي امتدت وتخطت خمسين عاما ما الذي يعني عيشته وصابرته طوال هذه الرحلة؟ العمل القضائي ايا كان الموقع سواء في النيابة العامة أو في القضاء أو في محكمة النقض يعني دائما أبدا بيحتاج إلى الدقة ملاحظة التفاني في العمل لأن الأمر متعلق بحقوق عشان كده سواء كنا في النيابة العامة أو كنا في المحاكم أو في محكمة النقض العدالة هي النبراث وهي الهدف وهي الغاية والقاضي هو ملوط به تحقيق العدالة بين الناس الناس تتعامل مع القاضي ايا كان حكمه ليس من منطلق القانون ولكن الثقة في القضاء الثقة في أن القاضي عادل الثقة في أن القاضي محايد الثقة في أن القاضي نزيج الثقة في أن القاضي شفاف والقانون ألزم القاضي بأنه هو لما يحكم يدون أسبابه هذه الأسباب بتمثل الشفافية في الحكم يعني أنا حكمت عليك بالسجن ثلاث سنوات أنا كاتب الحكم لأنك ارتكبت كذا وكذا بدليل واحد اثنين ثلاث اربعة عشان كده المحكمة بتستخلص إدانتك من واقع كل هذه الأدلة هي رحلة طويلة ورحلة يعني أنا فخور بها جدا الكلام يصعب لأنه سي في بتاع حضرتك إحنا مزاكين كويس لكن هناك جوانب أخرى بخلاف الجانب العمل في القضاء لأنه مختلف ومتنوع وثاري أيضا الجانب الإنساني في المستشار القاد الجليل محمد عيد محجوب يعني حبي للعملين معي حبي لحل مشاكلهم وهم مطمئنين تماما وأعتقد أنهم صعداء الآن الزملاء على كافة الأصائد عملي كمستشار فني وأمين عام مجلس القضاء لمدة طويلة بلغت حوالي 12 أو 13 سنة يعلمون جميعا يعني أنني محب لهم وأخ لهم وخادم أمين لهم جميعا على اختلاف درجاتي وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمنحني حبهم ورضاهم عن أدائي حتى نهاية مدة ولاياتي كنت أتحدث من قليل عن الجانب الأسري والجانب الشخصي في حياة القاد الجليل محمد عيد محجوب ما الذي يمثله؟ أعلم أن لديك أولاد لكن ليس من بينهم من يعمل في مهنة القضاء ولكنهم في مهن مختلفة ربنا سبحانه وتعالى من علي بأحمد ومحمود وأميريا هم كانوا متفوقين في السنوية العامة هم من أول الجمهورية يعني أحبوا أنهم يدرسوا العلوم أنا ديمقراطي خالص معه ورغم نشآتهم الريفية ونشآت الريفية والوظيفة القضائية ربما في الأرياف بتمثل لخبة النخط إلا أنني يعني قلت له لا مانع إطلاقا من أن يدرس يعني كل واحد فيهم يدرس الحاجة اللي تحبها بس أنا اسمي مش حينفعه وما فيش دكتور بالوسط فأحمد الكبير حصل على درجة الدكتوراه والزمالة الملكية البريطانية وزمالة الاتحاد الأوروبي وهو جراح قلب في معهد القلب القومي وفي ذات الوقت هو من فريق دكتور مجد يعقوب منذ تسع سنوات في أصوار محمود دكتور أسنان ويعمل في مستشفى مصري للطيران ولديه مكانه الخاص اللي يباشر فيه هذه المهنة أميرة صيدرانية وهي حاليا مدير إدارة التفتيش على مصانع الدواء في هيئة الدواء المصري طيب هروح للمحور آخر وحابب أتكلم فيه محضرتك وهو التطور الذي حصل في الفترة الأخيرة في محكمة النقل تطور لكن ظل القضاء وظلت المؤسسة القضائية محتفظة بثوابتها وتقاليدها الرسخة في القضاء تطور من جوانب مختلفة سواء بقى من خلال الميكانة في الجمهورية الجديدة في مدينة العدالة في العدالة الناجزة كل هذه أمور تدور ربما على أجندة القادة الجليل محمد أيض محبوب تعبير العدالة الناجزة هي العدالة العدالة لها شقين دايما شق إجرائي وشق موضوعات الشق الإجرائي ده اللي هي مجموعة الإجراءات يعني إدعاء الصحيفة دفع الرسوم تحديد الجلسات استئناف الأحكام اطعنا على الأحكام بالإعدام أصدي بالنقب المنظومة دي هي المنظومة الإجرائية هي دي اللي دايما يعني بتستغل في مسارب معينة في تعطيل الفصلة في العضاية مجموعة الإجراءات سواء كانت إجراءات جنائية اللي هي بتحكم قانون العقوبات أو المرافعات المدنية والتجارية اللي يبتحكم القانون المدني بفروعه يعني فروعه اللي هو القانون التجاري والأحوال الشخصية والعمال يعني هذه الإجراءات احنا اشتغلنا عليها بالميكانة بحيث أن يمكن إدعاء الصحيفة مباشرة عن طريق يعني عن طريق الميكانة ممكن يسدد الرسوم ممكن يحدد الجلسة كان في الوقت ده كان لازم يجي المحامي ويتقدم وياخد مثلا أسبوعين ثلاث أسابيع لغاية ما يتحدد له جلسة لأ دلوقتي بيضع الصحيفة بيدفع الرأس بتتحدد الجلسة مش مبالغ والله خلال 15 دقيق 15 دقيق آه 15 دقيق كان زمان بيعرف أو بيقال أن القضية تبكس في محكمة النقد ما بين 10 و 15 عام الوضع اختلف الآن هذا قوله حق إنما دي كانت ظاهرة الآن أصبحت الطعون التي مضى عليها مضى عليها هذه السنوات يعني لا تتعدى يعني 200 أو 300 طعن بالذات في المدني إنما كانت محكمة النقد دائما يقال عنها هذا من سبقوني بذلوا جهود جبارة ومن سبقوني يعني حاولوا قدر الطاقة أن يعني ينهو هذه المسألة إنما محكمة النقدة حاليا في الشق الجنائي لم تعد هناك طعون قديم ومطلق طيب مع المستشار ما يتواعد الواجب توافرها في أي من يريد أن ينتسب للهيئات القضائية سواء بالقبول أو مرورا بالاختبارات التي تجريها أو يجريها المجلس الأعلى للقضاء مجلس القضاء الأعلى هو مبدئيا يعني الدستور فرق بين الجهات القضائية والهيئات القضائية الجهات القضائية هي جهات الحكم وفي مصر الجهات دي هي القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية دي جهات الحكم الهيئات هي الهيئات التي تباشر نشاط قضاء سواء النيابة الإدارية باختصاصة الوارد في الدستور أو هيئة قضايا الدول كافة أعضاء الجهات والهيئات يتمتعون بحقوق واحدة ويلتزمون بواجبات واحدة وبينهم مساواء في كافة الحقوق المالية المرتبات والحوافز أصبحوا الآن جميعا على قدم المساواء الدستور حدد قاعدة أساسية أن الاختيار أساسه الكفاءة والمقصود هنا بالكفاءة هي الكفاءة العلمية والأهلية أما الأهلية فدي متصلة بالصلاحية لتولي منصب القضاء والصلاحية لها جوارب كثيرة إنما الأساس في الاختيار هو الكفاءة بعد أداء يمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هناك حوار ممتد ما بين رؤساء الهيئات القضائية عن التحدث في أمور قضاء واستقلال القضاء والتأكيد على استقلاله واحترامه وتقدير واحترام قضاء مصر الأوفيان سيادة الرئيس كالعادة بيصر ويتحدث عن مسألة العدالة الناجزة أو سرعة الفصل في الأضايا بيتحدث دايما عن إدخال أسليب حديثة لتسهيل الإجراءات برضو في سبيل الوصول إلى العدالة الناجزة وليست العدالة السريعة يعني السيادة الرئيس دايما بيذكرنا وهذا قوله الدائم منذ أن أتى إلينا هنا في دار القضاء العالي دار العدالة 2014 و2015 هو يتحدث عن القضاء بكل احترام وكل تقدير وأنه لا يتدخل في السلطة القضائية وأشهد وأنا يعني عملته آمينا عاما لمجلس القضاء ومساعدا أول لوزير العدل ورئيسا للدائرة الجنائية في محكمة النقد لم يتدخل أحد من أي سلطة في عمل القضاء القاضي حر والقاضي مستقل والقاضي لا يحكمه إلا القانون وخشية الله سبحانه وتعالى هذا ما يؤكده فخامة السيد الرئيس فخامة السيد الرئيس دائما بيتحدث عن سلطة القضاء وعن استقلال القضاء وعن يعني حبه واحترامه للقضاء على كافة الأصعادة وكافة الجوانب هذا ما أشهد به هذا ما سمعته أنا مساعد أول وزير العدل في اجتماع المجلس الأعلى للجهات والعيات القضائية هذا ما أشهد به في اجتماع أو اجتماعين للجنة العليا للإصلاح التشريعي وهذا ما أشهد به أخيرا بعد أداء اليمين الدستوري يعني هذا الوطن وطننا بيقود رجل عظيم من الشعب وهو دائما عندما يتحدث يتحدث على أنه واحد من الشعب نعم وبالتالي هو لا يرتضي لهذا الوطن إلا كل تقدم وكل نمو وخلينا أكثر صراحة النهاردة مصر الجديدة يعني أصبحت في كل مجالات التنمية في كل مجالات التنموية اقتصاد ديمقراطية أخيرا الحوار الوطني اللي بتم دعم سلطة القضاء كل هذه المسائل هي مقومات الدولة الحديثة اللي بيبحث عنها ويعمل من أجلها الرئيس عفا التحسيس أنا بشكرك كل الشكر والتقدير شكل خالص القاضي الجليل المستشار محمد عيد محبوب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى شكرا أن اختصيت التلفزيون المصري بأول حوار عقب أداء سيادتك لليمين الدستورية أو اليمين القانونية رئيسا لمحكمة النقض أمام فخامة السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنا بشكرك وبشكر فريق العمل وبشكر التلفزيون المصري وأنا تمنى أن يعود التلفزيون المصري إلى سابق عهده وبالفعل عادة إلى سابق عهدي ونحن الآن نجلس في حضرة محكمة النقض في إجراء أول حوار سيادة المستشار الجليل شكرا جدا لحضرتك يا فندم شرفتنا وبنشكر حضرتك يمكن ده كان حوارنا المهم مع المستشار القاضي الجليل محمد عيد محبوب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى سلسلتنا الحوارية مع رأساء الهيئات القضائية والقضاء في مصر مستمرة مع حضرتكم على مدار الفترة القادمة كل شكر والتقدير لمتابعة حضرتكم الكريمة دمتم في أمان الله إلى اللقاء